هاي انت ايوة انت بتعمل ايه سيبي اللي وراك اللي قدامك دلوقتي علشان انت بتتفرج على قناة موسوعة الافلام بيبدأ الفيلم بدوب اسمه تيدي اللي بيتكلم وهو بيتجوز صاحبته وبيعلن القصة عن زواجهم في الكنيسة وبعدين راح الدوب بتيدي ومراته تامي قاعة الفرح بدأوا الاحتفال بالفرح بعد كده الفرح خلص وبعد السنة من الجواز كانت تامي بيتحضر لتدي العشاء وهو كان بيشوف فواتير وكان بيتخارق معاها علشان بيقولها انها هتخليهم يفلسوا لانها صرفت 129 دولار وقال لها انها بتصرف الفلوس على المخدرات وبعد اخناقات كتير بينهم بدأت الجران تزعق بسبب صوتهم العالي وتدي تخارق معاهم بعد كده راح تدي لصاحبه جوني في البار وقاعد يشكيله من المصاريف والفلوس وانه مش متفقين مع بعض هو ومراته وبعد كلام كتير راح تدي شغله وكان شغال كاشير في السوبر ماركت وكانت تامي شغالة معاه في نفس المكان ولكن كانت تامي متجهلة تدي من اخر خناقة بينهم فسألته واحدة زمنتهم انهم لسه متخنقين قال لها اه وسألته ايه اللي يحل المشاكل الجواز قالت انهم لازم يخلفوا طفل وشاورت لي على اتنين من جوزين وانهم ازاي سعداء كده لانهم معاهم طفل بس لو ما فيش طفل كانوا هيبقوا مش سعداء وقالت له لو ما خلفتش طفل جوازهم هينتهي وبعدها دخل تدي علشان يتأسف لتامي وطلب منها انهم يخلفوا طفل وانهم هيحبوه وهيعلمهم ازاي يحبوا بعض وكانت تامي مبسوطة جدا وبعدين راح تدي الجوني وقال له انه هو وتامي هيخلفوا طفل فرح جوني جدا وباركله بس سأله ازاي علشان هو دب وهي انسانة بس تدي قال له انهم هيشوفوا متبرع وبعدها راح تدي وجوني لشخص اسمه سان جونز علشان يطلبوا منه انه يتبرع بحيواناته المنوية لتدي وده علشان يقدر ينجيب طفل بس هو رفض وقال له انه كبر في السن وبعدها قعدوا يفكروا لحد ما راحوا البيت لعب كورة اسمه برادلي ودخلوا عليه وهو نايم وحاولوا ياخدوا منه سائل منوي لكنه قام منهم ولقاهم وحدفهم من البلكونة وبعدها قال جوني لتدي انت ليه ما تطلبش مني انا قال له تدي انا اتحركت ان اقولك وكمان انك لسه خارج من علاقة وحالتك النفسية مش تمام بعد كده راحوا على المستشفى علشان ياخدوا عيينة سائل منوي من جوني وتدي راح للغرفة اللي بيتجمع فيها العينات كلها وقعد يهزر هو وجوني وقعت العينات كلها على جوني وتدي فدل يضحك وصوره ونشرها على الانترنت وبعدها دخلت عليهم الممرضة وفدلوا يتأسفوا لها على اللي حصل بس هي قالت لهم مفيش مشكلة وانها عينات مرفوضة وبعدها راح تتامي لدكتورة علشان تتابع حالتها بس هو قال لها انه صعب يحصل التلقيح وانها مش هتنجب طفل بسبب انها بتشرب مخدرات ومشي تدي وتامي وهم مدايقين وبعدها راحوا لدكتورة تانية بس اكدت نفس الكلام بتاع الدكتور الاولاني وقالت كمان انهم ماينفعش ينجبوا اطفال لان مسئول ولاية ماسيتشيوسيتس قال ان ده مش قانوني وان تدي مش انسان وانه بيعتبر من الممتلكات وان ده بيعرضهم للخطر وبعدها راح تدي الشغل بتاعه وجاله صديقي جوني وحكاله على اللي حصل معاه وبعدها طلب المدير من تدي وقال له انه لازم يسيب الشغل وانه هيتروده لان المحكمة بعتت له انه ماينفعش يشتغل عنده لانه مش انسان وانه مجرد ممتلكات وبعد كده اتبعت ليهم جواب على البيت من الكنيسة بيقول ان جوازهم باطل لان المحكمة قالت ان تدي مش انسان وراح بعدها الجوني وشاف الجواب وعرض عليه جوني انه يوكل محامي وكمان يرفع قضية على الحكومة وفعلا راحوا المحامي كبير وقال لهم ان القضية هتمسكها محامية صغيرة اسمها سامانثا جاكسون وانها دي هتبقى اول قضية لها لانهم مش هيقدروا يدفعوا لها اتعاب القضية وبعد كده راحوا لسام وفضل يدوروا في كتب القانون على حل للقضية في نفس الوقت ده كان فيه شركة كبيرة لصناعة الالعاب والدومي اسمها هازبرو وكان فيه عامل نظافة اسمه دوني دخل لصاحب الشركة جيسب وعرض عليه فكرة وقال له ان الدب تدي بيطالب بحقوقه الشخصية وانه هيرفع دعوة علشان ياخد حقوقه المدنية ولو خسر الدعوة الولاية هتعلن انه مالوش اي حقوق وقال له انه لازم يوكل افضل محامي في الولاية علشان تدي يخسر القضية وبعدها الشركة تقدر تاخده وتشوف اللي جوة الدب ده بيخليه تكلم كده وكمان تقدر تصنع منه دومي كتير للشركة وبكده هتتضاعف ارباح الشركة في يوموريلا بعدها اكلم السيد جيسب محامي كبير جدا اسمه شيب ويلد وطلب منه انه يكون ضد تدي في القضية وبعدها عزم تدي سام على العشة وفضلوا يشكروها انها وفقت انها تترافع عن قضيتهم وقام تدي وتامي وساب وجوني وسام لوحدهم علشان يتعرفوا على بعض وبعد كده راحوا المحكمة وقدم شيب ويلد القضية على هيئة المحلفين وبقت القضية قضية رأي عام تدي على عضية تدي ورفضت المحكمة القضية وخسرها واعتبرت تدي انه من الممتلكات العامة وانه مش انسان وبعدها راح دوني للسيد جيسب وقال له ان تدي خسر القضية واول ما يلاقيه هيجيب ويكلمه بعدها فكرت سام انها تتصل بباتريك ميجان وهو محامي كبير واكبر مدافع عن الحقوق المدنية في امريكا وانه يقدر يطعن على قرار المحكمة ويكسب القضية بعدها اتصل بيه سام وطلبت منه معاد وعرضت عليه القضية وبعد كده رجبت سام وتدي وجوني العربية وراحوا يقابلوا السيد باتريك وكان جوني هو اللي سايق العربية وبعد كده نزلوا في مطعم علشان يتغدوا وفضلوا يهزروا وعملوا مشاكل في المطعم وبعد كده رجبوا العربية وكان تدي هو اللي سايق وعمل بيهم حدثة وهم كانوا نايمين وخبط بالعربية في البيت واضطروا انهم يفضلوا في المكان ده لحد الصبح علشان يعرفوا يسلحوا العربية ويكملوا طريقهم والصبح يكملوا طريقهم ووصلوا مكتب باتريك ميجان وقبلوه وقال لهم انه مش هيبى للقضية لان عشان تيد يكون انسان في نظر القانون لازم يكون مفيد للمجتمع ويكون لتأثير ايجابي في الناس وده مش موجود عنده بعدها تخانق تيد مع سام وجوني علشان مش مهتمين بقضيته وقاعدين يهزروا وسبهم ومش الوحده وكان دوني بيرقبه ودخل مهرجان بيمثله في الشخصيات الوهمية وطلب منه شخص اسمه رفييل انه يتصور معاه والشخص ده كان دوني بس متنكر في شخصية من فيلم سلاح في النينجا بعدها راح جوني المستشفى وكانت حالته خطيرة جدا وبعدها قال لهم الدكتور انه مش هيعيش ودخلوا علشان يودعهم بس كان جوني بيتحك عليهم وكان متفق مع الدكتور بس السام كانت زعلانة منه وفضلت تعيط لانها كانت خايفة جدا عليه وبعدها جي السيد باتريك ميجان علشان يزور جوني وقال لهم انه هيترافع على القضية وانه آسف انه رفضها بعد كده راحوا المحكمة وعرض القضية سيد باتريك ميجان وقال لهم كلنا شفنا مشاعر تيد وانه ازاي كان حزين على صديقه لما تصب في المهرجان وفاس تدي اخيرا بالقضية واعترفوا بيه انه انسان وانه مش ممتلكات شخصية وبعدها تجوز تدي وتامي من جديد وتبنوا طفل ليهم وبكده ينتهي فيلمنا النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملنا اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد ونشوفكم الحلقة الجاية